في مسعى يهدف إلى تقريب وجهات النظر وإعادة الأطراف اليمنية إلى الحوار ترعى الخارجية الألمانية اجتماعا في برلين لممثلين عن الرئاسة اليمنية وميليشيا الحوثي والمخلوع السفير الألماني لدى اليمنان ديرياس كيندل أكد أن الاجتماع المرتقب للأطراف اليمنية سيستمر نحو أسبوع سيتم خلاله بحث مجمل القضايا السياسية والإنسانية في البلد الذي يعاني حربا منذ أكثر من عامين هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني حيث قالت المصادر إن بن دغر سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين الألمان لإطلاعهم على مجمل الأوضاع في البلاد ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تحتضنه العاصمة الألمانية بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بعد أن استضافت قبل نحو شهرين ممثلين عن أطراف الأزمة اليمنية بهدف تحريك عملية السلام وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وبموازاة ذلك يواصل المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ تحركاته لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية حيث يبحث المبعوث الأممي مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان المبعوث الأممي أوضح خلال جلسة على هامش منتدى الدوحة مواصلته العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية باتجاه ميناء الحديدة تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المباحثات مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الصراع وبالنظر إلى حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن والدول الراعية تبقى مؤشرات الوصول إلى حل للأزمة في البلاد بعيدا خصوصا في ظل تعنت الميليشيا عن الاستجابة للقرارات الدولية اشتركوا في القناة